اشتركوا في القناة فاستخدامك المضاد الحيوي ما رح يساعدك تتحسن وما رح يعالج الفيروس وما رح يمنع انتقال المرض للآخرين بالعكس ممكن يضرك ليه؟ لأن استخدام المضاد الحيوي بدون حاجة يجعل البكتيريا أكثر قوة وشراسة ويزيد من مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية يعني في حالة إصابتك بمرض بكتيري مستقبلاً يكون المضاد الحيوي بلا فائدة فإذا أصبت في نزلة برد كان الحل بسيط حاول ترتاح واشرب الكثير من السوائل استخدم المسكنات وخفضات الحرارة عن طريق سؤال الصيدلي وفي حالة استمرارها استشر الطبيب أو الصيدلي باختصار تذكر أن المضاد الحيوي لا يعالج الأمراض الفيروسية لذلك لا تستخدمه إلا بعد استشارة الطبيب المضاد ليس حلاً